موسيقى مشاهدين الكرام أهلا وسهلا بحضراتكم في كل مكان كشفت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة إن تجمعات العطلات والسلالة الجديدة أدت إلى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم وقال دكتور تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي في جينيف لقد أدت تجمعات العياد وانتشار السلالة الأبرز عالميا إلى زيادة انتقال كورونا الشهر الماضي وأضاف أيضا رئيس وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة إن تجمعات العطلات وانتشار السلالة الأبرز على مستوى العالم أدت إلى زيادة انتقال فيروس كورونا خلال الشهر الماضي وقال أيضا تيدروس أدهانوم إنه تم الإبلاغ عن ما يقرب من 10.000 حالة وفاة في شهر ديسمبر في حين قفزت حالات دخول المستشفيات خلال الشهر بنسبة 42% فيما يقرب من 50 دولة معظمها في أوروبا والأمريكتين اللي شاركت مثل هذه المعلومات حول هذا الاتجاه أيضا قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية للصحفيين من مقرها في جينيف على الرغم من أن 10.000 حالة وفاة شهريا أقل بكثير من ذروة الوباء فإن هذا المستوى من الوفيات التي يمكن الوقاية منها غير مقبول على الإطلاق وقال أيضا إنه من المؤكد أن الحالات أخذها في الاتفاع في أماكن أخرى لم يتم الإبلاغ عنها ودعى أيضا الحكومات إلى مؤصلة المراقبة وتوفير الوصول المستمر إلى العلاجات وأيضا اللقاحات لحماية البطنين من هذا الفيروس أيضا قال تدروس أدهانوم إن نسخة متغير جي إن وان أصبحت الآن الأكثر بروزا في العالم وأنه متغير من نوع أوميكرون لذلك يجب أن توفر اللقاحات الحالية بعض الحماية من هذا الفيروس فيما أشارت ماريا فانكيخوف المديرة الفنية لكورونا في منظمة الصحة العالمية إلى زيادة في أمراض الجهاز التنفسي في جميع أنحاء العالم بسبب الفيروس التاجي ولكن أيضا الإنفلوانزا وفيروسات الأنف والالتهاب الرئوي مضيفة نتوقع أن تستمر هذه الاتجاهات في شهر يناير كلال أشهر شتاء في نصف الكرة الشمالي مع الإشارة إلى زيادات في حالة كورونا في نصف الكرة الجنوبي حيث يحل الصيف الآن ده بالنسبة أيضا لبعض التصليحات المتعلقة بهذا الأمر أشارت أيضا وقالت أنه في حين أن نوبات السعال والاستنشاق والحمى والتعف في شتاء ليست بالأمر الجديد فقد قال فإن هذا العام على وجه الخصوص تقول أنه يشهد تداول مشترك للعديد من الأنواع المختلفة من مسببات الأمراض ليس مرض واحد ولكن عدد كبير من مسببات المرض بيوصي مسؤوله منظمة الصحة العالمية الناس بطلق التطعيمات عندما يكون ذلك ممكن وأيضا ارتداء الأقنعة والتأكد من أن المناطق الداخلية جيدت التهوية وقال دكتور مايكل رايان رئيس قسم الطوارئ في منظمة الصحة العالمية قد لا تمنع لقاحات إصابتك بالعدوى لكنها بالتأكيد تقلل بشكل كبير من فرص دخولك إلى المستشفى أو حتى الوفاء دي كل التفاصيل المتعلقة بالنسبة للوضع الوبائي من متحورات كورونا بشكر حضراتكم على حسن المتابعة وانتظرونا في تغتيات جديدة من شاشة تلفزيون اليوم السابع وإلى اللقاء